اشتركوا في القناة الحيادة ضامنا من الحروب القبض على نمساوي بتهمة قتل زوجته بعصى خشبية انكماش مساحات البيع بالتجزئة بسبب التسوق الالكتروني اصعد الله اوقاتكم مشاهدين والى حضراتكم نشرة الاخبار وفي تفاصيلها استقبل الرئيس النمساوي اليكسندر فاندربين اليوم زعيم حزب الحرية هيربرت كيكل في قصري هوفبورغ بعد فوز حزبه في الانتخابات واجرى معه محادثات حيث اعرب كيكل عن توقعاته الايجابية للقاء ولم يتم الكشف حتى الان عما اذا كان الرئيس سيكلف كيكل بتشكيل الحكومة رغم ان هذا التكليف عادة ما يمنح للحزب الفائز وسيواصل الرئيس لقاء قادة الاحزاب الاسبوع المقبل حيث سيلتقي يوم الاثنين مع المستشار كارني هامر ورئيس الحزب الاشتراكي اندرياس بابلر وفي يوم الثلاثاء مع قادة حزبينيوس والخضر هذا وقد شهدت فيينا مساء الخميس مظاهرة واسعة ضد الاعتلاف مع حزب الحرية شارك فيها ما يصل لخمسة وعشرين الف شخص عدلت مؤسسة فيفو وايها اس توقعاتهما لاقتصاد النمسوي نحو الاسفل متوقعين ركودا للعام الثاني على التوالي واشارت المؤسستان الى انخفاض الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.6% لعام 2024 مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير الى استقرار او زيادة طفيفة وتم رفع توقعات العجز في الميزانية الى 3.7% و3.5% وتؤثر قطاعات الصناعة والبناء سلبا على الاقتصاد مع انخفاض الاستهلاك حيث دعا الخبراء الى اصلاحات هيكلية شاملة لمواجهة هذا الركود فيما اكد رئيس فيفو ان الوقت غير مناسب لسياسات تقشفية ومن المتوقع تحسن اقتصادي الطفيف في عام 2025 مع نمو متوقع بنسبة 1% استدعت وزارة الخارجية الايرانية سفيري المانيا والنمسا في طهران احتجاجا على ردود فعل بلديهما تجاه الهجوم الصاروخي الايراني على اسرائيل وجاء في بيان الخارجية الايرانية ان الهجوم تم كجزء من الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الامم المتحدة وكانت المانيا والنمسا قد استدعتا سفيري ايران لديهما بالتعبير عن احتجاجهما على الهجوم الصاروخي وقد اطلقت ايران عشرات الصواريخ على اسرائيل الثلاثاء الماضي ردا على مقتلي اسماعيل هنية وحسن نصر الله مما تسبب في اضرار مادية محدودة واغلاق المجال الجوي مؤقتا اظهر استطلع للرأي ان 51% من النوساويين لا يعتبرون الحياة ضامنا كافيا للحماية العسكرية في حالات الطوارئ وبحسب الاستطلاع فان 66% يرون ان اوروبا تعتمد عسكريا على الولايات المتحدة رغم ان 44% فقط يتوقعون تدخلها للدفاع عن اوروبا في حال الهجوم كما ان غالبية النوساويين يعارضون الانضمام الى جيش الاتحاد الاوروبي او حلف الناتو وفيما يتعلق بالاستعداد للدفاع عن البلاد اعرب 62% عن عدم استعدادهم في حين ابدا 28% فقط استعدادهم لحمل السلاح ويرى 60% من المشاركين روسيا التهديد الاكبر للسلام في اوروبا القت الشرطة القبضة على رجل نمساوي يبلغ من العمر 66 عاما في بينا في الحي السابع عشر صباح الجمعة بعد قتله لزوجته وتدخلت الشرطة بعد تلقي بلاغ من جيران سمعوا اصوات صراخ من شرفة الشقة حيث شهد الرجل وهو يهاجم زوجته البالغة من العمر 62 عاما بعصا خشبية وقد وصلت الشرطة بسرعة الى الموقع واحتقلت الرجل دون مقاومة وفيما حاولت فرق الاسعاف انقاذ الزوجة التي كانت مصابة باصابات خطيرة لكنها توفيت في مكان الحادث وتواصل الشرطة تحقيقاتها لتحديد المزيد من التفاصيل حول الجريمة والى الاقتصاد ايضا حيث اظهرت دراسة حديثة لمؤسسة ريغو داتا ان مساحات البيع بالتجزئة في النمسا تتقلص منذ عشر سنوات مع تسارع هذا التراجع في السنوات الاخيرة واوضحت الدراسة ان القطاعات الاكثر تضررا تشمل الاحذية والالكترونيات والاثاث والملابس كما اظهرت الدراسة ان هذا الانكماش يرجع الى تقليل الشركات لمساحاتها وتزايد حالة الافلاس كما ان التحول نحو التسوق الالكتروني وتغير سلوك المستهلكين لعبا دورا في هذا التراجع ورغم نمو بعض القطاعات مثل متاجر التخفيضات الا ان توقعات المستقبل تشير الى انخفاض مستمر في مساحات البيع بنسبة تصل الى ثلاثة بالمئة سنويا ومع نهاية نشرتنا اشكر لكم مشاهدينا حسن المتابعة كنت معكم انا ادهم الليجي اطيب الاوقات الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر